تربويا دائما شكل اللقاء الذي جمع اليوم كلا من وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد ووزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي ووزير الاتصال محمد بوسليماني ووزير التعليم العلي والبحث العلمي كامل بداري ووزير التكوين المهني والتمهين ياسين ميرابي شكل فرصة لاتخاذ الإجراءات الخاصة للتقييم المرحلي لشعبة الفنون وبالمناسبة كشف وزير التربية الوطنية أن دخول المدرسي المقبل سيعرف اجتياز أول دفعة من تلميذ الثانوية الوطنية للفنون لباكالوريا الفنون وقد تم اتخاذ كل التدبير من حيث البرامج والتأطير بمرافقة القطاعات الوزرية المعنية التي سيكون لها دور هام في تكوين هؤلاء التلميذ